موطع الرأس يمشي من ثقل المعاناة لا يستطيع البوحة لأن البوحة بعنف شركة العمور يعد من الطابوهات المسكوت عنها في مجتمعاتنا وطعنة أخرى لكرمة الرجل العنف الجسدي ضد المرأة واقع لا غبار عليه في مجتمعاتنا لكن الهدف من هذا النشاط هو تكسير جدار الصمت حول حالات العنف الجسدي واللفظي والمعنوي ضد الرجل وإن كانت حالات العنف الجسدي محدودة أدوانا دي الأسرة رخصة تحمي الرجل كيف تتحمي المرأة وخصة تحمي العنصرية الأساسية دي الأسرة لأن الأسرة هي النواة دي المجتمع والمجتمع يعني لما كانش فيه واحد النوع من التماسك هذه تعرض للسرطانات تؤدي إلى تراجع في جميع الأوراش إصلاحية لنخاطمة فيها الأطفال حيث يتأثرون أثناء هذا العنف في نفوسهم فيصابون بالراف وكذلك أمام هذه المشاهد الهولية وينعكس هذا طبعا على مسارهم الدراسي فيتهددون بالهدر المدراسي والانقطاع التمدرس إحصائية الشبكة المغربية للدفاع عن الرجل تحدثت عن عشرة آلاف حالة عنف ضد الرجال منها أربعة آلاف حالة للعنف الجسدية في انتظار تكسير جدار الصمت ودون التهوين مما تعاني منه المرأة أيضا في صمت ترجمة نانسي قنقر